السلام عليكم جيتكم اليوم في فيديو جديد صراحة ليس فيديو جديد وانما مطبقة لي من رمضان هي فيديو اخر لنحط لكم غدا ان شاء الله قلت لي ما لانا انا نشاركو معكم بما انه يستطيع احتف الايام العادية من غير رمضان كذلك حضرت معكم في شهر رمضان الكريم عدة وصفات لي رائعة وممكن احتياك كلها تقدم يعني احتف الايام العادية هنا اليوم الفيديو ديال اليوم هو الدجاج مشوي في الفرن بالفغم السل او الشعرية وكبد الدجاج نتيجة اكثر اكثر من رائعة يجي مدقة روعة لا تنسوا تجربوه وتردو عليه وكذلك قدمتها مع سلطة اللي من الجذر واللوبيا الخضراء وكذلك بطاطس وبيض مسلوق والميز وزينة مكة بالمايوناز يحتوي على سلطة مقوية كيف تتعرفوا الخضر يستطيع تعطينا طاقة في رمضان يعني كبيرة وكذلك هنا مع سلطة جزائرية وكيتشوب يعني حليب وكذلك بطاطس تنبغي انا دائما في رمضان نخرج على الروتين يعني المملاحات وتكشي تنبغي نخرج عليهم وكذلك وكذلك الشاي اوقاتي يعني لا تنستغنى انا نهائيا في اي طاولة سواء رمضان او غير رمضان سوف نحضروا هذا الدجاج على بركة الله كيف قلت لكم اول مرة تشاهد الفيديو لا تنسى تضغط على اشتراك اشترك الاحمر موجود تحت الفيديو واشتراك في القناة وزال الجرس بكل ما هو جديد منسبة للمقادرة كذلك قليم زيتون اخضر مقطع الى قطع صغيرة كذلك كبت الدجاج قطعته في الماء والملح وكذلك قليم القزبر قطعته في فرمته وكذلك وعجور بصلات متوسطة الحجم وكذلك اربع فصوص وكذلك حمضة صغيرة وكذلك وكذلك بالنسبة للتوابل قليل من الابزار قليل من الاخرقم قليل من المنح على حسب الطوق نصف ملعقة صغيرة السمن الهريسة الحار يبقى اختياري كذلك ملعقة صغيرة الزنجبيل وملعقة صغيرة الفلفل احمر نبدأ اربع كثيرة اول حاجة نأخذ البصل القصبر والتومة والحامض نطحنهم جيدا كما تشاهدون بعد ما اطحنتهم انا اطحنتهم بثاف انا اطحنتهم بثاف سوف يضفت توابل بعد كما تشاهدون نأخذ الدجاجة ونحاول ندخل فيها تتبيلة كلها يعني بالنسبة للدرجاجة كما احسن كما تشرب تتبيلة وتتجي ألد انا هنا خليتها تقريبا واحد ساعة كاك يعني على حسب الوقت المتوفر عندكم كذلك ممكن انكم ينبتوا تتشرب لكم اطحنتهم جيدا وتصابوها بالليل تصابوها بالليل وتقطوها بالفيلم والمانتاة وتخلوها في تلاجة وفي صباح تحضرها ثم اطحنت تتبيلة وضعت عليها قطع زيتون في الكبد هنا عندي واحد فاغميستال صغيرة قمت فقط الماء المغلي وقمتها في قلبه ومدة 10 دقائق كما تشاهدون سوف يخلط جميع المكونات ومن بعد ان نخذ الدجاجة كما قلت لكم ساعة لما تشربت توابل تنعمر قلب الدجاجة ومن بعد البنات نجمع لها رجلتها باستيكل غذائي او يعني باش تجمع لتوما سوف وضعت الفاغميستال من تحت الدجاجة من الفوق بعد 45 دقيقة قلبنات كان هذا هو الشكل النهائي تجمع بشكل جميل ومضاق روعة تجمع بشكل جميل تجمع بشكل جميل تجمع بشكل جميل كما ترون كما قلت لكم هنا رفقتها بسلطة وعصر تجمع بشكل جميل 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 اشتركوا في القناة تجمع بشكل جميل